خلينا أقول لك إسلام طبعا تكلمك مسبوك 100% أنا مدير فاني النهاردة بيقول لعب باكرايت أكيد هلعب باكرايت هحاول أو هحاول أقدي في الحتة دي هلعب وينجليفت هلعب وينجليفت وأحاول أقدي على قدر المستطاع في الحتة دي فانت اللوم رقم واحد بوب على المدير الفاني أنا بس اللي أنا عايز أقوله عايز يعني بس أل سؤال المهم هل كيروش أرى كويس منتخب مصر يعرف اللعيبة وإمكانياتها كويس أو يعرف إمكانياته لعيبة منتخب نيجيريا كويس ما هو في حاجة مش مزبوطة الحاجة المش مزبوطة إيه النهاردة انت بتتفرج عن منتخب مصر النهاردة الوحيد تقريبا اللعب في مكانه الشناوي الوحيد اللي في منتخب مصر تقريبا يعني مقصد من اللعيبة يعني تقريبا للوحيد اللعب في مكانه الشناوي يعني أي من أشرف سنتر باك لاعبه باكليفت النهار تمام أقرأ انتوفي تعور وليعب عبد المنعم وهو بلعب أصلا سنتر باك لعبه النهاردة رايت باك لاثنين الوينش ووحجازي والشناوي دول أعتقد لاثنين أو ثلاثة أو حالة غريبة جدا مصطفى محمد بلعب رايت وينج محمد صلاح بلعب سترايكر تسعة عمر كان عبو أحد ده مش كان بلعب باكرايت وهو معاه عمر ده مش كده عمر كبار عبد الراحد بوجود ده اختفى موجود انت الغريبة ايه الغريبة اسلام فيه الغريبة في ان اللعيبة اللي انت اعتمدت عليها وصدرت هلنا في بطولة كاس العرب مش موجودة عمر كبار عبد الواحد بلعب الموبرات كلها أساسي مش موجود مروان حتى النهاردة وانت بتغير التغيير انت يعني الطبيعي انت متمسك تمسكت بمروان في طول الوقت في بطولة كاس العرب انه هو اللعيب الأساسي بالنسبة لك فلما يجي مصطفى محمد يرعب أساسي يبقى الطبيعي التبديل أو التغيير يبقى مروان انت أصلا مش موجود أساسا يعني فاصل مال حداب تمام فالنهاردة الراجل انت هل انت قاري منتخب مصر كويس هل انت تفرجت على منتخب مصر قبل كده مع المدربين اللي قبل كده وعرفت الأخطاء بتاعت منتخب مصر احنا بتكلم بقى على التقييم الفعلي للحيداشر للعيب الأساسيين بتاع منتخب مصر ممكن نقول ان دي كانت تجارب بالنسبة لكروش في كاس العرب وان هو بيجرب اللعيبة مين ممكن يبقى بديل كويس ممكن يبقى أساسي كويس ممكن يستعين به مين ممكن يعني يسمح له ان هو يكون موجود في قائمة منتخب مصر لكن واضح ان كروش ما تفرجش على منتخب مصر ما شافوش معرفش يعني ايه معرفش يعني ايه حتى كمان قيمة منتخب مصر منتخب مصر ده كبير ما ينفقش حقل تجارب اللي انا بشوفه ده انك انت جاي نزهة خلوية كده في مصر انا بتكلم له وعلى فكرة كلام ده نقولته قبل كده برضو انت جاي النهاردة بتقول انا كروش انا ريال مادريد منشستر يونايتد معرفش فين وفين 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 انا جاي اه فانا جاي هنا مصر ايه يعني جاي يعني بحط افكار جديدة تمام باخترع في كرة القدر اللي احنا شفنا النهاردة دي مش افكار دي افكار اثباتت فشلها فشل زريعة بكده انا مش عايز قوله مفكرش اصلا لا لا انا عمودة جاء لحاجة انا هستشهد بمطش قطر اللي احنا لعبنا عليه على الثالث والرابعة كنا بنروح ناحية تانية كان عندي بلاي ميكر افشا وكنا روحنا وضيعنا جوان كتير جدا ده حمد شريف راح على الجول كان عندنا فرقة بتنقل من نص ملعب باللايم فروت وحتى حتى من غير صلاح قالك انا الشوت الاولاني او هو بقطر لعب بالعادي بالطبيعي قبل المطشات اللي قبل القطر كان دايما اني بيقل بيعمل حاجة كده بقدين يعديلها الشوت التاني المرة دي في قطر لعب من اول المبارزة يا ما حدراك بتقول يعني انا مش عارف هو كان كنا دايما احنا كنا وفين معاه بيعمل فرقة جديدة عنده فكرة جديدة ايو 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 يعني كنا احنا كنا نفسنا وقدنا Neomaq انا اسلام وقدنا نقال من ميزة الموجودة في منتخب مصر انه بيحط اسماء جديدة قولناك كلام قولنا احمد رافعت موجود قولنا قولناك عمر كبان قولنا عمر كمان موجود قولنا مروان حمدي موجود قولنا !! قولنا كم اسم محدش موجود حتى الهوية كمان يا اسلام انت كل منتخب بيبقação لهوية ده وضع طبيعي أي منتخب في العالم بيبقى ليه هوية يعني منتخب متميز في الكاونتر أتاكي يا منتخب متميز في الكرات السابتة يا منتخب متميز في الاستحواز يعني يا منتخب متميز دفاعيا كوبر كنا دفاعي ومحمد صلاح وصلنا نقاس على كابتن شريف أنا النهاردة بتفرج على الماتش بحاول أدور على ميزة أو فكر هو أضافه للمنتخب المصري في الماتش أنا مش لاقيه ظلم اللعيب أولا مص الملعب لنا امتلكه مفيش استحواز مفيش هجمة مفيش كاونتر أتاكي مفيش هجمة عامل بشكل جيد أو بشكل واضح مفيش كرة سابتة تلعبت فيها أي تريك يعني هي حاجة كده جملة معروفة فأنت بتتفرج على منتخب أنت ما تعرفوش أنا معرفوش اللعيبة نفسها مش مجتنعة باللي هي بتعملها حلوة الفكرة دي برضو إنه إن احنا بنعمل أو بنتفرج على مدرب مش بتاعنا مش هو ده المدرب أنا مش مجتنع باللي أنا بعمله في الملعب أنا حاسب أنت كلاعب يعني هو تريزيجي مش عارف وليه هنا آآ السابورت بتاع مرموش عايز لقاش حاجة عايز بقي يحط كورا بالرجل ده ويعادي من واحد واثنين ما ما فيش أي مساعدة ما فيش أي حد واحد بيعمل أوفرلاب حتى طول عمرنا الوينج بيخش والوفرلاب بتاع الباك بيطلع ده مشوفناهش خالص أربعين واحد واربعين دقيقة إحنا ما كانش لدينا أي علاقة بالمباراة لدرجة إن وقال لك الموتش حيبدأ الساعة سابعة آآ نيجيريا نيجيريا قلت لك هي الفرق اللي احنا جايين نلعيبها وخيفين منها واسمها كبير دي هيقفين لا 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 اهجموا بقى الراجل ده تعاور الناحية التانية ويعمل عرضيات اعمل عرضيات لغاية حتى بينها بنتفرج على الكورة أربعة خمسة بيروحوا الأخطاء الطبيعية اللي هي بتحصل لما أنت بتقبع الحكاية بالنسبة لك مشوشة أنت مش عارف أنت بتعمل إيه أصل أنت تعرف يا اسلام يعني ساعات وإحنا عادين كده وتقعد تفكر تقول مين المنتخب اللي بتتمنى أنك تقابله من الخمسة الكبار نيجيريا فكنت بتحط نيجيريا أول فرق لا 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 يعني أول فرق كنت بتحط أه أول فرق كنت تحطه تعرف نيجيريا ناسا أفضل ثلاثة عن دها طبعا أفضل ثلاثة عن دها نيجيريا ما بلعبوش اه كمان طبعا طبعا